اشتركوا في القناة سبول الكفيلة بتطوير كرة القدم البحرينية بالاضافة الى مواصلة الاتحاد الدولي دعم مشروعات ومبادرات المملكة نحو الارتقاء بكرة القدم في مختلف جوانبها التنظيمية والادارية والفنية واشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالتعاون الكبير بين مملكة البحرين والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الهادف الى مواصلة مسيرة النهوض بكرة القدم البحرينية منوها سموه بدور الفيفا في دعم خطط وبرامج الاتحادات الدولية الاهلية في العالم حتى تواصل رعاية اللعبة الشعبية الاكبر في العالم اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة حرص مملكة البحرين على تهيئة الظروف المثالية لاثراء مسيرة كرة القدم من اجل المحافظة على المكتسبات التي حققتها الكرة البحرينية في السنوات الاخيرة من جانبه عرب السيد جياني انفانتينو عن بالغ شكره وتقديره لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على حصن الاستقبال وحرص سموه على مواصلة تطوير الرياضة البحرينية بصورة عامة وكرة القدم على وجه التحديد مبديا اعجابه بما حققته كرة القدم البحرينية من تطور في كرة القدم في المرحلة الماضية ترجمة نانسي قنقر